عقدت المحكمة العسكرية جلستها العلنية الثالثة عشرة في الغضية الجنائية رغم أربعة لسنة 2020 والخاصة باتهام المدعو عبد الملك مدردين الحوثي وأربعة وسبعين آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية هي إيران وارثكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب وكرست الجلسة للنظر فيما تقدمه النيابة من الردي على الدفع المقدم من هيئة الدفاع وخالص الادعاء بطلب من عدالة المحكمة بعدم قبول الدفع الذي قدمته هيئة الدفاع لعدم قانونيته وإلزام هيئة الدفاع بتنفيذ قرارات المحكمة وعدم الخروج عليها كما تكرر الطلب بحجز القضية للحكم للأسباب والحيثيات المقدمة في هذه الجلسة كما استمعت المحكمة لعدد من الشهود على جرائم ميليشيا الحوثي على جرائم ميليشيا الحوثي وعلى الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني والتي ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا وتم تدوين شهادتهم تفصيلا بملف القضية وطالبت المحكمة الشهودة بإحضار ما لديهم من مستندات ومقاطع فيديو وغيرها من الأدلة المذكورة في شهاداتهم كما ألزمت الإدعاء بإحضار بقية الشهود إلى الجلسة القادمة